اهلا بكم في موجز اخبار الراية شاهدت محافظة القطيفة شرق السعودية مساء اليوم انفجار السيارة كانت متوقفة في منطقة مياز فيما افادت معلومات اولية تنقلتها وسائل اعلام السعودية عن وقوع قتلين فيها مشيرة الى ان الجثتين تعودان الاثنين من المطلوبين في العوامية وافادت مصادر مطلعة بان سيارة التي واقع فيها الانفجار محملة بذخائر ومتفجرات كانت في طريقها الى العوامية هذا وتقوم القوات الامنية بتمشيط المنطقة للبحث عن ثلاثة فرين من موقع الانفجار يعتقد ان لهم صلة بالحادثة توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شيخ محمد الخالد للسعودية لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية اعادة الامل ويرافق وزير الدفاع في جولته رئيس الاركان العام للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وسفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح وعددا من كبار الضباط في الجيش محافظ حولي الفريق اول متقاعد شيخ احمد نواف الاحمد قال للراية ان شارع سالم لمبارك سيكون في القريب العاجل مماثلا لسوق لمباركية من حيث الاجواء الاثرية جاء ذلك خلال استقبال النوافة للمهنئين بحلول شهر رمضان المبارك في مبنى محافظة حولية في هالمناسبة الكريمة لا يسعني الا ان اشكر سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمل الصباح حفظه الله وحكومتنا الرشيدة وايضا الاخ الفاضل رئيس مجلس الامة واخواني النواب والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك والله احنا عندنا فترة مهمة ومقبلة اللي هي شارع سالم المبارك اللي رح يصير مثل المباركية باذن الله بالتعاون مع بلدية الكويت وبعض وزارات الدولة وان شاء الله رح يشوف النور عن غريب جدا الان بالاجراءات النهائية وان شاء الله رح يكون على ارض الواقع خلال هذه السنة كبداية ان شاء الله تغيب شاب مصري عن منزل ابيها منذ يوم الخميس الماضي بعد ان خرج للعب الكرة مع اصدقائه في منطقة جليبل الشيوخة ولم يعد ثانيا الى المنزل كذلك لم يتمكن الاب من معرفة اي خبر عن ابنه البالغ من العمر ستة عشر عاما وقد ناشد الوالد الجهات المسؤولة بتكثيف البحث عن ابنه الذي اختفى في ظروف غامضة يوم الخميس خمسة وعشرين خمسة كان اخر امتحان للولد هو بصطفة العاشر في المعهد الديني المعهد اليماني الشرعي بالمنقف المعهد هذا خاص فخلص امتحان وكان لعب الكرة مع اصحابه والكلام ده ورجع البيت وضغده وصل للعصر وتمام سألت فيه اخوه اما يقول له راح فين همام قال لي راح يودي تلفون لصحبه جيو ساعة واحدة بالليل وصحاني قال له همام ما جايش خط بعضنا عادية واتصلنا على اتصل ابتدى اخوي اتصل على اصحابه فين همام قال له همام ده كان لعب كرة معنا والكلام ده قبل الظهر وماشه روح خلاص كل واحد فينا روح لحالة اتصلنا على واحد من ضمنه اسمه محمد عايد فقال همام كان موعدني يجي الحديقة بتاع تجليب الشيوخ وانا هاجي من المهبولة ونلعب مع بعض ونستانس مع بعض بس انا مجيتش فروحنا هناك المغفر قال لا انت ساكن فين قلت له ساكن بالجليب قال لي خلاص راح زم تقدم بالجليب الكلام ده كان يوم الجمعة الصبح فطبعا رحت راجعنا ورحنا جينا بعض الصلاة الظهر رحنا للجليب المغفر الجليب عملنا تبليغ يوم الجمعة كان يوم ستة وعشرين وخمسة بالعكس انا متفائل خير ما حد الان ما قدرش اتهم شي بدون دليل يعني عقب ان تلاشى حلم الشاب المتفوق علي عبد المحسن وهو من غير محددية الجنسية بدراسة الطب في الكويت تجددت اماله اثر مبادرة رجل الاعمال الكويتي بدر الاعتابي الذي علم بمعاناته عن طريق مواقع التواصل الشماعي وتكفل بتدريسه الطب في الجامعات المصرية مسألة اني بدون عطني حافز النشد حيلي وارفع نسبتي عشان اوصل اللي بي لانه ما احد رح ينفعني غير الشهاده يوصلني اللي بي الحمد لله بعد فضل الله ودعاء امي وابوي واهلي ومسانتهم لي ودراستي اول بول ومراجعة واسادت اللي شجعوني الحمد لله كانت الاختبارات تعتمد على الفهم يعني يمون الحفظ وكانت يعني بس اصعب بغده كان الامتحان امتحان الفيزياء اشكر بدر محمد الاعتيبي عملاق العمل الخيري ووجه له جزيل الشكر ويعطيه العافية وصلت له عن طريق تويتر نزلت مناشدة وهذا الخير للكويت ما قصره وانشروه بتويتر والحسابات الاخبارية والمتابعين انشروه ودق عليه وقال لي رح يتكفل بدراستي من الف للياء رح يدرسني بمصر بالقاهرة لانشاهد دكتوراه وللمزيد ينضم الينا عبر الهاتف رجل العمال بدر الاعتيبي بداية نستاذ بدر رح فيك كيف تعرفت على حالة الطالب المتفوق وهل تكفلت بحالات اخرى مماثلة السلام عليكم اوشي كلهام ونتم خير بخصوص الطالب علي المنشد كلمني لاخ كويتي النتف في حالة بوحمد وبوحمد بتواصل وياي امارة انا طلب حصوص حالات العلاج الحالات الطارئة واليابون دراسة متفوقي فقلت له اطول ما في مشكلة خلا انا حاضر وجاهز وان شاء الله الاسبوع الجاي ينبلش لانه متدل زير كويتي فصعب انا ما حدد القاهرة فقط لكن الفيزة صعبة شوي امريكا وفرنسا وريطانيا ولكن في القاهرة تكون سهلة وان شاء الله راح نبلش واي حالة حتى ان طريق ظناتكم المغطرة اي حالة ناس حالة علينا حاضر ان شاء الله ستكون 20-30 حالة 50 انا على السعدات اوديهم الخارج ما عندي اي مشكلة نعم استاذ كيف تنظر الى مثل هذه الحالات وما الهدف من مبادراتك والله طال امرك اول شيء لله سبحانه وتعالى ثاني شيء هذا الطالب يشيد البلد مستخدم ان شاء الله هذا ما يتخرج دكتور ولا مهندس ولا من التخصصات العلمية الرائدة يفيد البلد مستقبلا وان شاء الله ممكن هذا بعدين ان شاء الله يفيد الناس يشوف في كذا حالة راحة غير كويتية في استراليا في امريكا في لندن ما شاء الله حين على مستوى بروفيسورية ويفيد البلد ان شاء الله وثاني شيء لله سبحانه وتعالى يعني رجل متفوق جايب 98% حرام من سابه والله يوفق الجميع ان شاء الله ان شاء الله رجل العمال الكويتي بدر الاعتابي شكرا جزيلا لك نظمت شركة زين حفلا لتكريم طلبة المتفوقين في الثانوية العامة من الاقسام العلمية والادبية والتعليم الدني والخاصة فيما اكد المسؤولون في الشركة ان التكريم ياتي من باب المسؤولية الاجتماعية لزين ودعما لطلبة بهدف اكمال مسيرة التفوق والنجاح النجاح لا عنصرين لتحقيق النجاح العنصر الاول هو شغف الانسان نفسه شون اللي ابنائنا وبناتنا يحبون يسوونا وين يشوفون نفسهم العنصر الثاني مراكز القوة او نقاط القوة في ابنائنا وبناتنا كما عودتنا الشركة زين بتواصلها واحتفالياتها بمثل هذه المناسبات وشراكتها الحقيقية مع القطاع الحكومي ترجمة هذه الاعمال على ارض الواقع من خلال تكريم ابنائنا طلبة المتفوقين من قسمين العلمي والعدبي والتعليم الديني وايضا تعليم الخاص وبهذا وصلنا معكم لختام الموجز في امان الله اشتركوا في القناة